صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل باللجنة الرئيسية لمتابعة أوضاع سكن العمالة مع أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة وما هي طبيعة سكن العمالة العشوائية في بعض الأحياء السكنية وفي المحاجر الصحية الدولة عملت عمل دؤوب في تثبيت جميع الاشتراطات التي تخص إسكانات العمالة تحديدا اليوم الحمد لله المجريات كلها إن شاء الله تصب في هذا الاتجاه سيكون هناك لجان عدة موجهة في المنطقة وكذلك في المحافظات والمراكز أي موقع يوجد به عمالة مرتبطة بإدارات حكومية أو القطاع الخاص أو حتى كذلك العمالة التي تابعة لكفلات خاصة كما وجه سموه إلى أصحاب المؤسسات الخاصة التي تعمل بالتعاقد مع الجهات الحكومية أو التي تعمل لحسابها الخاص أن تكون هذه فرصة سانحة لهم لتعديل أوضاع مساكن عملتهم في ظل هذه الظروف طبعا الجميع يعلم أنه الدولة وفرت المدارس وبعض المواقع لربما نزوح العمالة لكن الجميع يعلم هذا سيكون لوقت معين اليوم حتى لو حركنا بعض العمالات إلى المدارس يجب المقاولين المعنيين أن يكون لديهم مدد معينة لتحسين مواقعهم لإرجاع العمالة مرة أخرى وترجع المدارس كما هي سابقة إن شاء الله بوضعها وإمكانياتها أكد سمو أمير منطقة حائل على تطبيق اللوائح النظامية في إعداد العمالة داخل السكن وتطبيق الإشتراطات الصحية والوقائية في داخل هذه المساكن والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات النظامية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد للإخبارية سلطان الشعب حائل